قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي وهو الأكبر من نوعه في العالم التخلي عن شركتين تعملان في تطوير مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقال البنك المركزي النرويجي أن الصندوق الذي يملك أصولا تبلغ أكثر من تريليون يورو سيصفي حساسه في الشركتين بسبب الأخطار غير المقبولة المتمثلة في مساهمتهما في انتهاكات منهجية لحقوق أفراد في مواقف أو حرب أو نزاع ويخضع الصندوق الذي يملك حساسا في حوالي 8800 شركة حول العالم لمجموعة من القواعد الأخلاقية التي تمنعه من الاستثمار في شركات تتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تلك التي تصنع أسلحة نووية أو تنتج الفحم أو التبغ